يا مساء الأنوار وحلقة جديدة من حلقات التي كتاكة من أحمد السيد وحلقة النهاردة حدث غريب وحدث كده يعني محدش حس به ولا حد سمي عنه هو قرع التصفات كس العلم عن قررة أوروبا تعاملت القرع للمنتخبات اللي هي المؤهلة لكس العلم في 2022 بكتر عن قررة أوروبا تعاملت القرع هنا نشوف يعني عايزين نتكلم عن القرع وعايزين نتكلم عن الجروبات نظام القرع في تصفات كاس العالم هما عشر مجموعات كل مجموعة فيها خمس فرق بيتأهل أصحاب المركز الأولى ع pleasant مباشرة إلى تصفات كاس العالم كل مجموعة فيها خمس فرق في تلك الموجهات هتبقى صعبة زهابة وعودة هتتعامل المباريات وبالتالي هما صحاب المركز الأولى هما هتقاموا مباشرة إلى كاس العالم وهيبددي بقى ياخد الاتحاد الأوروبي ثلاث فرق من العشر مجموعات هما أصحاب أحسن ستواني هم دول برضو هخش ملحق وبعد ما يخش ملحق يعني بنسبة كبيرة بيوصلوا الى كس العالم 2022 وبيبقى كده عندنا 13 فريق بنسبة كبيرةotte� بنسبة كبيرة يعني التى 11 فريق هم اللي هيوصلوا مباشرة الى كس العالم عنقارة اوروبا. خلانشوف المجموعات اهي المجموعات ؟ ايه هي توقعات الشخصية من المجموعات من المجموعة الاولى يا المجموعة العشرة مين هما المنتخبات اللى هتوصل مباشرة الى كس العالم 2022 خلاني استعرض كده العشر مجموعات وتوقعي الشخصي من المجموع الأولى اللي مجموع العشر مين هما أصحاب المركز الأولى في العشر مجموعات وبعد كده نتكلم في آخر بقى الحلقة مين هما توقعي الشخصي أحسن ثلاث دواني من المنتخبات اللي هما هيوصلوا بعد كده في الملحق خلاني نشوفوا المجموع الأولى المجموع الأولى فيها البرتغال سيربا إيرلندا لوكسنبورج وأزربيجان هنا توقع الشخصي المجموعة دي مش صعب على البرتغال هنا المدرب فرناندو سانتوس يقدر أن هو يعني بخبرته الرجل بنعاي من 2014 في سبات في الفرقة في استقرار عنده عناصر بتطلع حلوة مع كريسين درونالدو خلص يعني الرجل وصل دلوقتي 35 سنة بقى خبرة في الفرقة مع جوتا مع اللعيبة اللي موجودة كلها لعيبة مميزة كارفايو في نص الملعب مع سميدو لا منتخب ال مرتغال حلو منتخب قوي متجانس يعني اللي يتفرج عليه مع برناندو سيلفا لا فرقة حلوة منتخب قوي جدا جدا يقدروا سهل بالنسبة لأنه نوصل كس العالم على سربيا وإيرلندا ولوكسنبورج وأرسبيان هياخد مركز أول المجموعة الثانية اسبانيا السويد اليونان جورجيا وكوسوف وهنا يعني بالنسبة لي اسبانيا مع لويس انريكي سهل سهل أنه في مجموعة زي ده في جروب زي طقق نعم في السويد يعني منتخب ريخم حيرخم شوية عليه اليونان برضو مش اللي هو قوي يعني ولكن بالنسبة له كفرست أول مجموعة لا اسبانيا سهل بالنسبة له أنها تاخد أول جروب مستريح كمان المجموعة الثالثة إيطاليا سويسرا إيراند الشمالية بولغاريا والليتوانيا هنا برضو المجموعة دي إيطاليا خلاص بقى مشوفناش في كاس العالم الماضية 2018 في روسيا النهاردة بيجي منشيني بيعمل غربالة في الفرقة بيقدر أنه يعني بيقود وبيرجع تاني يعني الكرة الإيطالية الحالوة أيام يعني المدرب بامارشيلو ليبر عظيم أعظم مدرب في منتخب إيطاليا بيقدر أن ويرجع أم جادو بيعمل يعني شغل حلو في التصفيات زي ما شايفونه كماش كويس في التصفيات الأوروبية حيقدر يقدر مع عمود بس هو منتخب سويسرا اللي هيرخم عليه شوية ولكن يقدر 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 منتخب إيطاليا بالعناصر اللي موجودة واللعيبة والخبرات اللي موجودة أبرزهم إنسيني مع إيموبولي مع برنادسكي لأ إيطاليا فيها لعبة حلوة ومع منشيني أنا بصت في منشينا كنت بحبهم لأيام مناسج منشير ات منشير سيتي مدرب كويس كوتش بصراحة ك كبير يقدر يكون منتخب إيطاليا إن هو يتصدر كومنت المجموعة المجموعة الوراء فرنسا أوكرانيا فنلندا البوسنة والكازاغستين هنا ديشانب لا بطل عالم يعني الراجل بطل عالم يعني دي ديشانب بصراحة يعني مش كويس على خطة سابتة سهل بالنسبة له في جروب زي ده شيفشونكم مع أوكرانيا ممكن يخطف بطاقة تانية خلينا نشوف حتكلم في آخر الحلقة عن القصة إيه في اللي هو بالنسبة لحنا نكلم بس الوقتي عن المركز الأولى هنا مجموعة دي فرنسا فرنسا هو اللي يقدر ياخد المركز الأولى مجموعة الوراء برجيكا ويلز تشيك بيلاروسيا واستونيا جيكا مع المدرب البرتغالي روبرتو مارتينيز الدنيا ماشي كويس ماشي حل وشوفنا في كاس العالم الراجل يعني كاس العالم المواضيع أخذ مركز ثالث فبالتالي منتخب قوي جدا منتخب عناصر اللي فيه كلنا عارفينهم أبرزهم دي براين هازارد لا يعني لوكاكو يعني فرقة مارتينيز فرقة قوية جدا منتخب قوي جدا صعب على أي حد أنه يعني يواجهه سهل أنه يوصل في الجرو إزا دا ويلز مع المدرب الجديد يعني اللي هو رين جيكز لسه لسه الراجل يعني قدام وقت كتير قوي لسه قدام وقت كتير قوي عشان يزبط وجوده مع منتخب ويلز المجموعة جاية دنمارك النمسا إتلاندا إسرائيل وجزر الفاروة مولدوفا دنمارك مع المدرب كاسبر هاجل ماند السندي يعني أول فترة الأخيرة عاملة يعني مباريات حلوة عندهم يعني خلص أنا شايف أن في المجموعة دي الجيل بتاع دنمارك الجيل حلو يقدر لعيبها كلها تقيلة في فرقها سواء كاسبر شمايكل مع ليستر سيتي في برايت ويت ماشي كويس مع برشلونة في سيمون كاير يعني باك الهايل لإيسي ميلان مع بيولي السندي عامل شغل حلو قوي في السكوداتو الإيطالية العناصر حلوة بتاعة منتخب الدينمارك أباردو في السترايكرز يوسف بولسون في منتخب الدينمارك ماشي كويس مع ليفزيج مع نيجلزمن المنتخب حلو يعني فيها عناصر واللعيبة كلها مسماعة في الدوريات الأوروبية والدوريات العالمية الكبيرة فيقدر يعني كوتش كويس يقدر نايا يعمل بيوم حاجة ويوصل بيوم كاسعالة موجود ناظر حيقدر الدينمارك نايا تاخد في الجروب زي دانا يتوصل كاسعالة مجموعة الوراء هولندا تركيا النرويج وانتنيجرو ل هدفيا وجابل طارق هنا هولندا مع فرناندا دوبور كما ساكم كومان قبل ما يروح باريشلونة نفس الفكر نفس الستايل هنا فرانك دوبور يقدر ان هو يكون منتخب هولندا ولكن هنا يعني فيه منافس الشارسة في منافس الشارسة مع منتخب النرويج النرويج يعني فيها لعيبة حلوة قوي بأبرازهم هالند السترايكرز بتاع فرق الدورتموند الراجل بصراحة زي ما نقول سفاح جزار يهد أي حد هنا المواجهات ما بين النرويج وما بين هولندا هي اللي هتحسم ولكن أنا برجح هولندا بالخبرات برضو اللع اللعيبة اللي موجودة وينالدوم بابل مع ديونج المهاجم شباليا مع ديليخت السنتر باك لا يعني اللعيبة هنا أتقل هنا بس العنصر واحد رو هالند ولكن لا هولندا يعني التيم أتقل بصراحة يعني ولكن أنا بتوقع لا هولندا اللي هتأخد يعني بطاقة الهبور برضو وخاصة ان ما وصلتش كاسعام 2018 ده الوقت برضو عايزين نشوف بقى المنتخبات الكبيرة دي ترجع تاني وخاصة ان الجروب مساعدها وكوالتي اللعيبة اللي في المنتخبات دي يساعد انها تصل كاسعام 2022 فقط المجموعة الجاية كرواتيا سولوفاكيا روسيا سولوفينيا ابروس مالطا الجروب ده جروب صعب جدا يعني الجروب صعب 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 جدا فيه منتخبين يعني كرواتيا الراجل يعني تاني عالم وروسيا اللي شفناه في كاسعام الاخير الراجل يعني اللي كان عامل شغل حلو قوي مع المدرب بغير شرشوفش كويس لعيبة اللي موجودة من لعيبة روسيا لعيبة كويسة جدا برضو كرواتيا مع المدرب زلتكو كان منتخب حلو العناصر اللي موجودة وعناصر حلوة هنا ما بين روسيا وما بين كرواتيا ما بين يعني زي ما أنا شوفنا قلت، الكرواتي فعل عناصر فيه منزوكيتش, فيه مودريتش فيه برو سوفيتش فيه راكيتش هنا من ناحية تانية فيه اليسترايكرت زوبة فيه سمولوف فيه شرشيف فيه مورتشاك فلعبة حلوة هنا ولعبة حلوة هنا وجهة نظرة الشخصية من بعد الكاس العالم أنا حاسس فيه ضرب في المنتخب الكرواتي شوفيناه فالتصفلات الأوروبيه مش ماشي كويس الروسيا ماشي كويس أنا وجهة نظرة الشخصية الدب الروسي هو اللي هيخب بطاقة العبور في المجموعة دي وهو اللي هيوصل مباشرة إلى الكهاز العالم الموجات المباشرة لما بينه وما بين كرواتيا أنا شوف روسيا في الوقت الحالي لأ أتقل من كرواتيا يقدر بالاستقرار الموجود مع المدارب شوف يعني أنه هو يقدر يعمل حاجة معه المجموعة الجاية انجلترا بولندا الماجر ألبانيا أندرو سامارينو الجروب ده طبعا ساوس جيت مع انجلترا لأ طبعا يقدر يونا ياخد أول مجموعة مستريح هيلقي فيه نفسه برضو مع بولندا ولكن انجلترا يعني طبعا التيم الانجليزي للوقتي حاليا مع هاري كين جيمي فاردي يعني ليه بيقول لنا عارفين وكلها في انجلترا بس بيقابل ليفندوسكي في بولندا ولكن يقدر يقدر عليه منتخب يعني صعب نوع يعني انجلترا صعب لأي ده بيبع انكسل حلم صعب يعني مع بولندا لأ يعني هنا انجلترا سهل 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 هي تاخد أول مجموعة مع ساوس جيت انه هو ياخد مجموعة مستريح المجموعة الوراء المانيا رومانيا ازلندا ماجدونيا ارمانيا واليشنشتاين يا بختك ويحظك ويعني يقوم مجدعيالك يا لوف والتحدي الماني يا جمير المانية يعني يتقى معاك وقرعب بالجروب ده ان المانيا في كورف نازل مستوى في النازل فرقة لسه شايلة ستة مع منتخب اسبانيا يعني اسبانيا اخدتهم ورا مصنع الكاريسي وعملت فيهم كل حاجة انه يقع في الجروب زي ده لوف يقدر بالعناصر اللي موجودة باللعيبة اللي موجودة مع جروب سهل يعني مفيش اي يعني منتخب قوي يقدر نوع عقرش مائم غير الجروب مثلا بتاع كرواتيا وروسيا لو كان هنا كنت وتلك روسيا تقدر يعني لو نعكس الآية اتحط في الجروب زي كرواتيا وروسيا كنت وتلك لا يعني ألمانيا مع روسيا لا يعني روسيا توصل لو ألمانيا مستمعها كرواتيا كنتلك لا كرواتيا توصل ان المستوى سيء جدا بتاع ألمانيا ولكن مفيش يعني منتخبات كلها سهلة يقدر ألمانيا انه توصل ان هي تكسل على بعد ما استردنا بقى العشر مجموعات يعني هنا فيه ثلاث بقى فرق هما اللي هيخشوا الملحق هيتحددوا ازاي هيتحددوا على احسن ثلاث تواني تجميع للنقاط واحسنهم برضو احراسها للأهداف واقل إنذارات وقصة كده بيعملها الاتحاد الأوروبي انهو بياخد يعني في الملحق احسن ثلاث تواني وجهة نظر الشخصية من العشر مجموعات دول من احسن ثلاث تواني اعتقد بنسبة كبيرة الجروب بتاع ايطاليا سويسرا هتاخد يعني هتخش ملحق واعتقد بنسبة كبيرة في الجروب بتاع كرواتيا يعني اقولت روسيا اللي هتوصل اعتقد كرواتيا برضو هتخش في الملحق واعتقد في الجروب اللي هو انجلترا منتخب بولندا مع ليفندوسكي اعتقد هما بنسبة كبيرة هما دول لتلات منتخبات هتحصل منافسة مع منتخب انا بتوقع وهو منتخب النرويج مع هلند يعني هيخش معهم كده بينافس برضو انهو ياخد بطاط عبور ولكن هتتحسم للثلاث منتخبات اللي أنا قلت عليهم دول اللي هو المنتخب السويسري والمنتخب الكرواتي والمنتخب البولندي مع ليفندسكي هم دول اللي هياخدوا يعني أحسن ثلاث طواني هم دول هيقشوا للمرحق بقى الجاي في تصفات كاس العالم وأعتقدوا بالنسبة كبيرة برضو لولياب وأي حد هيخشوا هم دول لنهايات كاس العالم 2022 بكتر بس دي كان حلق بقى النهاردة وتحليل لقرعة تصفات كاس العالم عن كارة أوروبا وتوقعاتي اللي أنا قلتها وخلينا نشوف بقى يعني المبارسة ان شاء الله هتبتدي فيه 2021 خلينا نشوف بقى يعني موجهات كلها هتبقى حلوة منتظرينها تصفات كاس العالم على الجميع مستوة العالم بتبقى حلوك أنا بصراحة يعني بحب وبستمتع بيها سواء فقارة أوروبا أفريقيا أسيا أمريكا الجنوبية بتبقى موجهات كلها قوي موجهات كلها حلوة مننتظرها وخلينا نشوف ماللي حيوسة نهاية كاس العالم في قطر 2022 بس ده كان حالة تنظرها كما معكم أحمد السيد مع قناتي بتي كما مع أحمد السيد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته